تظهر مئات المواطنين في مسيرة احتجاجية بمدينة الحبيلين في مديرية ردفان شمالية لحج للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وحمل المحتجون الحكومة الشرعية مسؤولية تدهور الاقتصاد والانهيار المتسارع في العملة الوطنية مطالبين برحيل تحالف السعودية والإمارات والعمل على تشغيل موانئ وموارد البلاد الموقوفة منذ سنوات ولوح المحتجون بالزحف إلى عدن وسيطرة على المراكز الحيوية حال عدم الاستجابة لمطالبهم